إذن نواصل اللقاء مع سيد محمد رقيق وزير أملك الدولة وشؤون العقرية تحب عبد الحنين بتحكيل؟ أكيد أكيد الفن الأصيل نعم سيد الوزير قاعدين تشتغلوا على قدم وساق باش تحلوا برشا مشاكل فيما يتعلق بمجلة أملك الدولة العقرات الدولية حاصر الأملك استرجاع الأموال المنهوبة الأموال المصادرة يعني وأكيد قاعدين تشجعوا في برشا ناس اللي في الشركات الأهلية بشتعطيوهم يعني أراضي يعني شنية المعاوقات توا يعني شنية المشاكل اللي ربما صعيبة وتعطلكم بعض الشيء؟ لا مش أحنا معناتها قاعدين أحنا نخدم وسرتو على التوظيف الأمثل للعقار للعقار وللمنقول الدولي هذي معناتها قاعدين لاحظنا أنه في بعض الأحيان الأجراءات هي التي تعيقنا الإطر القانونية دونك هذيك عليش كما قلت لك معناتها قبيلة خدمنا على عديد المحاور المحور التشريعي المحور الترتيبي المحور الإجرائي بغيت معناتها تجاوز تلك الصعوبات من بينها كما قلت لك مثلا نقبيلة في ملف الانتزاع من أجل المسلحة العمومية لاحظنا أنه هناك بطء هذيك عليش معناتها المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتعلق بتنقيق قانون 2016 المتعلق بالانتزاع المتعلق المسلحة العمومية أحدث آليات جديدة لعل من أهم آلية الصلح بغيت تحرير الحوزة العقارية في أجل معناتها معقولة على مسوى أصدرنا كيف كيف معناتها المنشور عدد 2 لسنة 2013 بسفسرنا الآليات الجديدة هذه اللي جاب بها مرسوم 65 أصدرنا مذكرات عمل أحنى معناتها بعض الآليات للإدارات الجهوية والتي هي اللي تبرم العقود وتقوم بعديد الإجراءات قصرنا من الأجل بغيت معناتها التسريع في الإجراءات وهذا كيف كيف اللي قلت لك معناتها اشتغلنا عليه خلال الهيئة الأخيرة اللي هي الهيئة العليا للوزارة أخيرا أخيرا ملف البنك الفرنسي التونسي البنك الفرنسي التونسي كما تعرف في ديسمبر 2023 انصدر الحكم اللي هي يلزم الدولة بدفع معلوم اللي احنا اعتبرناه معلوم رمزي لأنه مقارنة بقيمة المبالغ المحكم بها لأنه وصل معناتها الشركة الخاسمة تطلب 30 ألف مليار لكن المبلغ المحكم به هو مليار و 167 ألف دينار لكن الحكم هذية هو قابل للاعتراف ولهنا مدة 3 أو 4 أيام التالي الشركة الخاسمة اعترضت على الحكم هذية لنهنا مش يكون فم طور قضائي آخر لدى التحكيم في النظر بالإبطال في قرار هذية هي من حقها مش تقوم بالقضية هذية واحنا من جانبنا مش ندافع على مصالح الدولة عن طريق جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة هو مكتب المحامات اللي مش يتم تعيينه في المجال وباش نواصلوا متابعة هذا الملف بنفس الاستراتيجية اللي تبعناه في الطور الأول متاعه شكرا السيد محمد درقيق وزير أملك الدولة وشؤون العقرية إن شاء الله بالتوفيق في حل برشة مشاكل ودراسة برشة ملفات في وزارتكم شكرا سيحبيب شكرا لإذاعة الوطنية على هذه الأسضافة إلى اللقاء أعيش كلا اللقاء شكرا